محطتنا التالية أريج رح نبحر فيها بعوالم الطفولة ونحكي ونتعرف على مصطلح المسئولية الاجتماعية للطفل شو بيعني هالمصطلح وما هي الحقوق والواجبات ومسئوليات المجتمع تجاه الطفول أمور رح نناقشها بمحطتنا التالية مع الدكتورة رامة زريق سفيرة النواية الحسنة للطفولة يسعد صباحك ورمضان كريم يسعد صباحك يسعد صباحك وصباح المشاهدين ورمضان كريم علينا وعليكم يا هلافيكي بالبداية نحكي أكثر عن مصطلح دايماً يمكن يتم تداوله هي المسئولية الاجتماعية اليوم تعريفها المصطلح من حضرتك المسئولية الاجتماعية هو مصطلح كثير فطفاض وكثير كبير لأنه يحوي عدة جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية بس خلينا نعبر يعني تعرف على المسئولة الاجتماعية بتعريف بسيط كثير هو نتاج فرد باكتساب وتعلم يعني هو طبعاً بتكوين ضمن شخصية الطفل أو شخصية الإنسان بحد ذاته بيكون عنده نوع من التحمل المسئولية بالإضافة لها هو اكتساب وتعلم طبعاً اكتساب والتعلم هو نتيجة العوامل المؤسرة للإنسان على البيئة على المجتمع المسئولية الاجتماعية خليني أعرفها أكتر هي اكتساب وتعلم منين بيجي هذا الموضوع؟ من المخيطة؟ من دور الإسرة بالبداية لأنه هو الطفل هو أكتر أكتر شخص بتأثر بالعوامل بعوامل البيئة بعوامل المجتمع باكتساب القيم الأخلاقية المسئولية الاجتماعية قيم أخلاقية أنا باكتسبة لكون شخص فعال بالمجتمع كون شخص فعال بالأسرة بالمدرسة فدور الأسرة هو الأساس هو النواط للطفل لأنه طفل دائماً حتى في دراسات كثير بتقول أنه الطفل بالأعوام الأولى هو قادر نعطيه دروس بسيطة عن شو يعني مسئولية كم شخصية الطفل في أول ست سنوات من عمره؟ يعني كيف يأكل كيف يضحاشته أنا بقدر عنمه حتى بدراسات أنه بطفل بعمر الثلاثة سنين هو قادر أنه يشتغل بمهام منزلية الأهل هنن اللي بيقدر الوالدين بيقدر يعلموه فهي اكتساب يعبدو زوله هالمسئولية تمام هي اكتساب هي تعلم كيف هو بيقدر يكون شخص فعال بأسرته بمدرسته بمجتمعه الأسرة هي دائماً العامل الأول نوات الأساسية بالمسئولية الاجتماعية كيف أنا بيقدر أعلم الطفل بيجي بعد عندي المدرسة تجي عندي الاجتماعية دور العبادة كما أنه فيها قيم فيها أخلاق بتعلم الشخص كيف يكون فعال يكون مشارك لأنه هي أصلاً عناصر المسئولية الاجتماعية هي الفهم هي المعرفة هي المشاركة مشاركتي أنا بمجموعة معينة لنقدر نعمل شيء طيب دكتورة مثل ما قلت يمكن المسئولية الاجتماعية هو مصطلح كتير فطفال خلينا نحكي عن المسئولية الاجتماعية اليوم تجاه الطفل خصوصاً في سوريا يمكن نحن عم نتعرض لظروف استثنائية وحرب عم تعيشها قداش فعلاً هذا المصطلح في عنا ثقافة ووعي كافي تجاهه قداش في عنا مسئولية اليوم مضاعفة ضمن هاي الظروف لعن نعيشها تجاه طفلنا اليوم تمام هي المسئولية الاجتماعية هي كانت سابقاً هي حتى بيقولولها مصطلح بالانجليزي هي هي المسئولية الاجتماعية بشكل عام هلأ اطورت المسئولية الاجتماعية هلأ صارت فيه إلى علاقة بحماية الطفل بحقوق الطفل بحقوق الانسان بشكل عام والطفل خاصة لأنه بالأخير هو الطفل جزء من هذا المجتمع وجزء أساسي نحن بنقدر نعتماد عليه فباتفائيات الحقوق الطفل اللي أصدرت من 1990 كانت هي عبارة عن ثلاثة عناصر من احتوائية الحماية والبقاء والتنمية تنمية مو بس تحوي تنمية اقتصادية وانما تنمية نفسية واخلاقية واجتماعية لكن توسعت نوعاً هلأت توسعت صارت هي إلى علاقة بكوربريت صارت إلى علاقة بالشركات صارت إلى علاقة بالمنظمات كيف هي المنظمة بتشرك يعني أو بكون عندها شراكة بالمجتمع لحتى تستمر هي ما العلاقة بس بالأهداف الانسانية لا هي صار إلى شيء لبعدين يعني هي صار شيء إلى على الأرض أنا كيف بدي أشرك الأفراد كيف بدي أعملهم فعالين الطفل بنفس الموضوع تماماً صار في عنا المنظمات صار في عنا شركات هلأ في شركات كتير هون حتى محلية وسورية اعتمدت على مبدأ الجودة اللي هي جزء من المسؤولية الاجتماعية اعتمدت على شيء تعمل شيء للطفل لأن نحنا هلأ بحاجة كتير الطفل عنا نحنا أرقام كبيرة كتير هنا خارج المدارس نحنا بحاجة إلى دعم نفسي دعم اجتماعي دعم اقتصادي تأهيل نفسي كامل تماماً يعني ارجع أنا طبعاً هلأ هي في فئات للأطفال هلأ بنحكي فيها هي فئات للأطفال كيف نحنا بنقدر نساعدهم كمسؤولية اجتماعية تجاه الطفل السوري تماماً يعني مسؤولية كتير كبيرة تجاه الطفل اليوم اللي خاصة نعم يعيش أزمة كتير كبيرة بمجتمعه اليوم المجتمع قداش بيحمل دور كتير كبير تجاه الطفل وخاصة يمكن مثل ما أنا بزلوا زروفي اللي عم يعيشها وأيضاً أجل شو بتختلف مثل ما حضرتك زكرتي بالفئات العمرية للطفل تمام على الفئات العمرية كتير بتختلف عننا لأنه أنا بيعتبر الأسرة هي الأساس أنا وقت البدع من الأسرة فأنا كأني دعمت الطفل دعم الأسرة بأنه أنا دورات تدريبية للوالدين طبعاً هي هلأ موجودة ونحنا عم نطبقها هلأ بسوريا مع أنه الأزمة في مناطق كتير نحنا ما بنقدر نفوتها في مناطق ساخنة هلأ في مناطق بتخدر الحكومة السورية هي أمورها خينا نقول يعني منيحة مقارنة بالمناطق التانية اللي فيها جهات فاعلة غير حكومية نوعاً ما هون الهلال أو سليبة حكومية هلأ موجودة هاي المنظمات اللي عم بتقول هي منظمات غير حكومية عم بتتعاون مع وزارة التربية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لندخل لهي المناطق ونقدر ندعم يعني وخاصة بالتعليم يعني عنا نحنا مشكلة هلأ في أماكن نحنا ما بنقدر نفوتها ما في توحيد للمنهاج التعليمي مقارنة مع الحكومة والدولة في عنا نحنا مشكلة هلأ عم نقوم فيها أكيد نحنا بس ولكن هناك في تسارع لأنه هي أعداد كبيرة يعني نحنا ممكن نغطي ولكن نحنا ما بنقدر نغطي جزء كبير كتير يعني نحنا عنا هلأ بحدود مليون ونص تقريبا مليون طفل سوري لحديث الـ 2015 هنا نخرج المدارس يعني هلأ مالو موجودين عنا تقريبا نحنا خلينا نقول سبع مليون طفل نازح من منطقته لمنطقة ثانية صار في عنا نحنا كسافة بمدارس وبمدارس ثانية نحنا معتبرينها كمراكز إيواء في عنا مشكلة نحنا فيها ولكن خطاها بي هالصدد هادو بهذا الموضوع بيكون في كتير كمان أنشطة مختلفة وأيضا تعليمية هي التعليم الزاتي وأيضا تعليم للمراحل يمكن اللي راح يتعليون هالطلاب أكيدة طبعا الوزاة التركية كمان جملة الأسرة يعني عمو عن مامتل مقالة قريج التعليم الزاتي في المنزل من خلال الأسرة تمام هلا هي في أماكن صار في عنا هذا الموضوع هلا أكيدة ما بتغطي كل الأماكن لأنه في أماكن نحنا غير قادرين أن نفوت حتى هي غير موحدة كمنهاج تعليمي يعني هنا مثلا بمناطق خلينا نقول الرقة أو المناطق الشرقية هلا كنت تخضى لتنظيم داشة يعني إننا لغوا مادة التاريخ لغوا مادة الوطنية لغوا عبارات حتى كلمة الجمهورية العربية السورية هنا لغوا حطوى الدولة الإسلامية يعني في عنا مشكلة بهذه الأماكن الأماكن الثانية لأ مثل ما تفضلت أنه نحنا لأ عنا شي صار فيه اسمه تعليم ذاتي توحدت مع مزارة التربية مع المنظمات الغير حكومية قامت بهذا التعليم الذاتي حددت من المرحلة من تقريبا من عمر الخمس سنين للسبع سنين في عنا أربع مواد تدريسية هي فيها تعليم ذاتي من العمر السبع سنين للتسع سنين كما تفي عنا الجدير بالذكر للمهجرين حتى خارج طبعا المهجرين لصف دورات تعليمية وتدريبية ضمن الملاجئ طبعا هي مالة رسمية ولو مالة مصدقة ولكنها مساعدة ولكنها فيها شي مساعدة لإلى هلا طبعا الدولة مشكورة قامت كثير بقرارات تجاوزت هذا الموضوع أو هاي الفجوة اللي صار عنا نحنا بالأماكن يعني صار في عنا ازدياد بالطلاب مثلا بمنطقة الثلاثية وطرطوس ومناطق تانية نحنا ما بنقدر ندخلها فصار عنا في تفاوت حتى بمستوى المعلمين المدرسين صار في عنا مشكلة الدولة كتير حاولت تختصر هاي المواضيع حاولت تستقبل الأطفال من دون وسائق وانما فقط امتحان خلينا نقول سبر معلومات لحتى نقدر يدخلوا على المدارس يعني حاولت جاهدة اننا تخفف عبق هذا الموضوع بالتعليم تجاه التجاهة السورية مثل ما قالنا ممكن ظروف الحرب فرضت علينا كتير من تفاصيل الحياتية خلينا نقول هي إدارة أزمات يعني احنا بأزمة فنحنا عم نحاول نديرها بأقصى ما يمكن طبعا أنا عم بحكي بالنسبة للدولة السورية كيف عم تواجه هذا الموضوع أكيد هو ماله هو حيكون بالتدريج وما حيكون نحنا خلال سنة أو سنتين لا نحنا عم نخفف ولكن فيه إنجازات كتير صارت على الأرض وصار فيه إنجازات كتير على الأرض يعني كمان دكتورة رامة بما أن حضرتك سفيرة النواية الحسنة للطفولة اليوم قداش بالفعل المسؤولية زادت تجاه الطفل السوري أكيد يعني أنا دائما بقول هي مو مسؤولتي لوحدي هي تكافر هي المسؤولية الاجتماعية هي كل الأفراد تكون مشتركة على الموضوع أنا سعيدة دائما بشوف في مبادرات وفي جمعيات عم بتحاول تعنى بالطفل أنا كتير بكون سعيدة لأنه هي مو مهمتي وحدة أنا أكيد في عندي مهام أنا في عندي ممكن أنا أعطي صورة واضحة لبرة أو للخارج عن الطفل السوري ولكن نحنا كمان في عمنا على الأرض كتير عالم وكتير أشخاص عن جرد وطنيين ورائعين شباب فلن عم بعملوا كل ما بيستطاعتهم لحتى نكون نحنا وعفين ضمن يمكن دكتورة راما هذا لاحظنا منذ بداية الأزمة لليوم كتير من الجهات والجمعيات والمجتمع الأهلي التطوع تان على أرض الواقع نحنا كنا عم نخصص ببرناوج صباحنا غير مساحة كتير كبيرة للشباب السوري اللي عم يأثبت ضمن ظروف الأزمة اللي عم يعيشها جدارة ومسئولية اجتماعية كتير كبيرة وهو دور الإعلام كتير مؤثر بهذا الموضوع لأن الطفل كتير بيتأثر بالإعلام لأنه هو متلقي جدا هو عنده حاسة البصر والسمع بيأخذ كل شي من الإعلام فإعلامنا الوطني كما تعمل عم بيقوم بخطوات كتير إيجابية وكتير حلوة إنه يعلم يعني هذا تعليم تعليم الشباب البعيين كيف تكون المبادرة وكيف يكونوا على الأرض أكيد نحن نتمنى دايما أن أطفال سوريا يظلوا بألف خير وأكيد تكوننا في عندهم مسئولية اجتماعية من هنا صغار ويلي أكيد هن بنات لهالمستقبل أكيد أنا دايما بقول هاي عبارة لأيلي دائما أنا بقول أنه الطفل إذا نحن هلأ وقفنا معه هو بمسر 25% فالمستقبل لأيله لأنه هو 100% فنحن وقت لبنبني الطفل أنا بيعتبر أنه نحن بنائنا قيم أخلاقية إيجابية هي منفعة للفرد ومنفعة للمجتمع ومنفعة للدولة السورية فإن شاء الله نكون نحن أدل أدل مسئولية وأدل مسئولتنا الإشتماعية لما نتعم طفل أكيد بنكون أهلنا مجتمعا بأكمله دكتورة رامز ري سفيرة النواية الحسنية للطفولة تتشكرك لوجودك معنا أكيد ننوه أنه طفال اليوم هنن فرسان الغد فأكيد يجب دعم جميع أطفال سوريا من جميع الجهات إن كان حكومية ولا مجتمع أهلي ولا أي جهة أخرى شكرا كثير شكرا كثير لألكون شكرا لقناة الأخبارية شكرا 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 للمشاهدة